المذهب الشيعي الطريق فيه مفتوح ومهيع ونير أحسنتم وسالك ومستقييم للموت على الإسلام لأنه تسألك أي شيعي في العالم أي شيعي في الدنيا وأنا الآن أسألكم وأريد جواب موحد من إمامكم من إمامكم شوفوا شوفوا كلهم عرفوا عارفين الجواب يعني ناجحين وإجماع أحسنتم إجماع كذلك الإجماع عند المسلمين الشيعة أن إمامهم هو الحجة بن الحسن المهدي صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجل لا يوجد شيعي يتردد يعني إذا تسأل أي شيعي من إمامك نفس اللحظة يجاو فلما يموت يأتيه الملكان من إمامك فورا يقول إمامي الحجة والمهدي عليه السلام ما عنده تردد البكر شي يقول ماذا سيقول منهم من لا يجيب أصلا يقول أصلا هذا علموا أنها شغلت واحد منهم بعد كل واحد يأتي بعد يحاول أن ربما يعني يجرب حظة كما نقول فتخيل أن أحدهم يقول إمامي عبد الفتاح السيسي السيسي إمامك هسا نعلمك السيسي هذا ويبسط وبسط في القبر ذاك يقول إمامي مدرسة ألمان بن عبد العزيز ذاك يقول كذا كل واحد يقول كلام واحد يقول إمامي الألباني هذا اللي مضيع واحد ربما لا هذا شوي يعني مفروض متدين يقول إمامي أبو بكر تخيل إمامك أبو بكر تمام خوش أنعم وأكرم ذق إنك أنت العزيز الكريم الآن علمك إشلون الآن انذوقك إمامة أبي بكر عدل الآن انذوقك إياها وبالنتيجة ما يفيدك هي صحيح هذه أيضا مسألة مصيبة هذه هذا الذي يعيش في الغرب في الشرق في الغرب في دول كافرة أصلا من إمامه يكون حينئذ يعني تخيل هذا البكري اللي عايش في بريطانيا أبو منتصر المجوسي مثلا هذا يعجبني شوية حركاته يقولوا له من إمامك في القبر يقول ريتشي سوناك يعني مصيبة كارثة يعني كارثة هندوسي إمام هذا ولي الأمر الذي تجيب طاعته